لا هذا الامر هذا هو الشكين أما باش نعاقب على الحواجتين اللولانية رقم خصوص الصين الصين عسكريا استغلت الفرصة هذي بتاع الحروب بتاع أوكرانيا وأصبحت اليوم صناعتها العسكرية تعادل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مجتمعة يعني قدراتها في الانتاج العسكري يوازي الدول اللي وراها كل هذه نقطة الأولى النقطة الثانية ذا ما كل ما قلتها مسألة الصواريخ فرط صوتية الصواريخ بارستية سرعتها حوالي 900 كم في الساعة على كيمة طيارة عادية ما هي الصواريخ ذي الفرط صوتية وفكروا أنه أحكي عليها الدكتور رفع بيب علاش خطيرة علاش بشتق المعادلة كل هي روسيا تكلمت لأنه جمعة التالية تفطنت روسيا اللي ألمانيا بسدد أعطاه صاروخ طوريس وهو صاروخ بعيد المدايس 500 كم يعني قادر من الأوكرانيا يضرب العمق الروسي تفطنوا بيك المكالمة اللي معناها بين الجنرالات وهي خطأ فادح جنرالات ألمان اللي ألمان يتحظف يروحها بيش تحطي الطوريس هذي آه انتو ما تعطيوا الطوريس للأوكرانيا أنا بش نعطي صواريخ الفرص الصوتية اللي سرعتها البعض منها يوصل عشرة مرات صوت نتكلم على 14.000 كم في الساعة ولهذا شنين حكاية بتاعه؟ هذا لا البطلوت يطيحه ولا القبة الحديدية ولا القبة الفولاذية ولا القبة الفخارية هذا يا صاروخ اللي عمل مشكلة للغرب لأنه إذا انطلق الدقة نتاعه رهيبة دقة عجيبة ويمشي معناها ألاف كلمترات هذي النقطة ايش ما نهر بالمحسوس يعني بش تولي تل أبيب على مرمى صنعاء يعني نربيه على تل أبيب وتل أبيب بنتنجيبش دقة روحها لأنه السرعة بتاعه لا الرادارات نجيب تشوفه ولا المضادات الطائرات نجيب تريب عليه هذي النقطة ثم أنه دقة نتاعه تسمح له بش يرمي على السفن اللي ماشي نحو رأس رجال صلح يعني جنوب أفريقيا في أي مسافة كانت يعني بش يولي قوة تدميرية أنت بتاعتي الطوريس أنا راي مش نعطي بش نعطي الصوريخ فرصوتية لليمن والمعادلة كل بش تتعكس وتتقلب هاو علاش خطير كلامة دايما يزموش تعدها كاكا بش عاسكري نفهمه علاش روخ خطير وخطير جداً يزموش يدربو عليه يمكن تقنية خطير صعيب موش سهل يعني يطلب معادات ورادارات متطورة ويطلب معناها تقنية خاصة ولو كانت مكنوا منو يعني رو بش يقلبها رأسنا على عاقب البلاسة لكن المكان هذك بش يقلبها رأسنا على عاقب استراتيجية في هذه الأثناء إلغاء الاجتماع والمؤتمر السحو فيه بين رئيس الوزراء بن يمين نتنياه والمستشار الألماني تم إلغاء وكانوا قالوا على اجتماع استاذ رفاتبيب وتم إلغاء هذا الاجتماع بين نتنياه والمستشار الألماني فمسأة معناها اللي قالها بكلي معناها فميسي معز مهمة اللي هي فما أنه هو عمل انفصام اليوم راهو بين المؤسسات الرسمية اللي تتحك فيها الأوليغارشة الأوروبية ومبين الشرع وفي ألمانيا رأي إذا في معناها مسألة حساسة جدا لأنه الشرع الألماني والمنظمات الألمانية والأحزاب والنقلات الألمانية راهي عندها دور ومزالت بالحق ألمانيا عندها حياة سياسية معناها حقيقية قالنا بفرنسا مثلا جبانا متاع سياسة وليت فرنسا معنا ما اللي ما كنت أظهر عالم ثلث ولا وتخلفت إلى أبعد حدود راهي في بالنسبة لألمانيا مسألة مهمة ويبدو أنه شورتس مشي إلى أبعد الحدود أبعد الحدود في مسانة إسرائيل وفي الداخل ألماني أصبحت هناك معنا إشكاليات علش مش لنا هنا نعطي معناها انكماريزون دياتو بيك ما بين فرنسا والمانيا في فرنسا اليمين الأقصى اليمين الفرنسي صديق لإسرائيل لأسباب معناها تهم الحرب الجزائرية وتهم البينوار إلى خيره في حين أنه في ألمانيا راهوا اليمين وأقصى اليمين لقاعد صاعد اليوم يجمع لاحظوا اللي في كل انتخابية تقاعد صاعد اليوم في أوروبا أقصى اليمين قاعد يطلق بورتوغال يجمع بورتوغال بلد الاشتراكي بلد الأحمر وكل شيء ولا حتى هو معناه اليمين معناه المتطرف الطعفي إذن في ألمانيا المتطرف خلافة اليمين المتطرف في فرنسا راهوا معادي إلى أبعد حدود أسرائيل ومعادي معناه الإسلامية أصلا معناه ويعترف بشيء هذا وبالتالي راهوا الشانسولي شولتس أصبح ياخذ برشة مع الاعتبار الوضع الداخلي في ألمانيا أورينا أن المسيرات الكبرى اليوم في أوروبا ما عاد شيء فرنسا المساندالي غز ولا تخرج إذا ما في لندرا مفارقة ولا تخرج في ألمانيا وخاصة في المدن التي تعتبروا معناه المدن التاريخية معناه في مناكي مهايدو البيرغ وغيره عليش أنا من رأي صار هل تراجع ذايا من طرف شولتس لأنه شولتس هو أكثر مستشار ألماني من بطح الأمريكي صحيح ويبدو أنه جاتوا إشارة أنه السيد هذايا نتانياهو خارج من المعادل مية في المية وفقك مية في المية وفي وقته انسحاب المستشار الألماني ميناجم يكون كان بضغط أمريكي وممكن لهذا نزيد ونفهمه أكثر عليش التشنج الكل في حديث نتانياهو اليوم على بايد قولوا ماذا تفعل وفهم كان معادل وبيش نفهمه أكثر هالموازنات راه في الأصل كان فهم المؤتمر الصحفي هذا وما كانش موجود لقاء مع عائلة الأسرة وعندما تم إلغاء المؤتمر للصحفيه قرر نتانياهو أنه يلم من عائلة الأسرة ويتحدث معه وإحنا فاصل وراجعين بعد ثمينيه اشتركوا في القناة وفي سهرات كل سبت حد أقوى أمبيانس نوستلجيك في لزاني بنا سهرات واتسابتين أبنينا من التسعة للنصلين أرجعنا لكم في ناس الدمين متواصلين من توا حتى الماضي ساتين بعجلة سيد العميد توفيق ديدي رئيس الأركان هرتسي هاليفي يقرر تعيين 52 ضابط جديد من بينهم الضباط في مناصب حساسة لها علاقة مباشرة بالحرب على قطاع غزة وزير المالية يتلئي لسموتريتش طبعا يُعارض هذه التعيينات إذن الانقسام اللي كنا نحكي فيه معناها هي خلاصة لما حدث لأن بعض الضباط طالبوا بالتنحي الضباط قادة كبار أمري منهم أمر فرقة فرقة نقول فرقة نقول تكلمة عشرين ألفة تكلم معناها فرقة تقافها أربع خمسة ألوية أنت ينوع الفرقة إذن لازم مدام جديد لأنه هذا اللي حكينا عليه وبعض ما صدقناش هو عنوان يعني في أي جيش نتكلم معل أي جيش في العالم لكان شفت بداية تغيير القيادات الكبرى راهو ثم حاجة مش ماشي كانوا في السلم راهو ثم تدريب مش ماشي ولا ثم أمور خاطئ في الحرب راهو ثم فشل مش بعيد أوكرانيا غيرت رئيس الأركانو غيرت وزير الدفاع وغيرت معناها لأنه عنوان فشل وهذايا قدم بشهربو من شهربو منها حابوا يخفيوها علش تمطريتش توقع لك لا لأنه علم لأ يا أولادي رانا خسرنا الحرب رانا وقفنا وقفت بنا الزنقة انتهى الموضوع راهو أصبح إنو أنو وزير مالية يعني ينقذ رأي ولا إرهابية مش وزير مالية راهو قالوا عليه في أمريكا سمعت أنا يتكلم قالوا الصحافي يسهل في في إسرائيلي قالوا 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 إن عم فعلا نزوز إرهابيين وعندهم أحكام ثمانية أحكام وتسعة أحكام وعشرة أحكام نزوز هذا بمفجير ناس إرهابيين كيف يش وصلوا؟ وصلهم سي نتنياهو بشوقات في الحكم فقط عنهم أحزاب صغيرة دينية طلاحهم وكتشوفوا معناها مرش بدلهم مسدس في البارلمين هذا يبن كفير مش تعرف راهو إرهابيين بيئة تم معنا الكلمة معنا مش 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 العميد إسرائيل ما ما جابت في الحكومات كان ناس أولا إريابيين ثاني إخيش اسمه رئيس الوزراء كان رئيس عصابة بعد دخلوه في الجيش اللي تقعد سبعة سنين في غيبوبة وبعد شارون شارون كيفش تخلق الجيش هو الإسرائيلي أصلا يعني أخذيهم من عصابة أخذيهم من عصابة هو أصلا أصلا تتوين كنت أرجع للتاريخ كانت عصابة تقتل وتقتل خذيهم هما لأنهم عصابات ينجموا يقتل حطهم في الجيش يعني المكونات متاعه يزمك أكثر تكون أكثر ما يكون متطرف أكثر ما يكون عصابي أكثر ما يكون معنا سؤالك في محلو هذا يحدث في جيوش العالمي كل إذا شفت قيادة كبرى اللي طلع يعني أمر سريع لنتكلمها أمري ألوية وأمري فرق راهو ثم خطب كبير قاعد يصير وراولا معناها ثم حاجة كبيرة وهنا تفسير الوحيد هو عدم قدرتهم ثم أمر فرق راهو تكلم منهارين وطالبا معناها أن يتنحى قالوا مخي يزيني معاش النجم فرقة موجودة في شمال غزة قالوا ميكافيني نحب نخرج نحب يخرج طقا وهي دليل على ما يحدث هو محبوش صدفنا فيه وفي الأصل عسكريا سيد العميد تعيين ضباط جدد يكون لصد فما فراغ موجود فما ضباط قتلوا فما ضباط مجروحين أو سيكون هناك معه التغيير في التكتيك لا لا تغيير أحد شيء ذا وقت قيادة قيادة كبرى ديما معروفة يتنحاوا ديما فما شكون فرلنطي شغمر يستنى دائما تلقى أمر لواء تلقى عنده مساعدة أمر لواء هذاك ليطلع أمر فرقة تلقى عنده مساعدة أمر فرقة هذاك ليطلع موش يجيب واحدة من بره روه لا لا هو قال تعيين ضباط جدد مل عليش نحكيت لك وزير الملائي وزير الملائي قالهم ما عنيش فلوس من نجموش الضباط هيدو ما لي جبتهم ما تستنيش مني بش نخلصه هيدا التخبط لينا فهم توش هذا عليش مش قادة نسئل فيه كينا خذت فيم شيء إذا تنحق قيادات يتعاوض بقيادة أخرى فحي تكلام الفراغ في الجيش ممنوع القيادات أولا لا تجزع وحديد القيادة ثم أنه قائد مشاء يتحط في وقت فوق داخل لأنه وقت اللي قائد مشاء ونحطه حد داخل في بلاستو سيلامين نحن لسنا في حاجة لأنه ناخذ رأي أو موافقة وزارة المالية لم يخصوش كيف كيف فهمت مش كما اللي هو معناها في القيادة العليا ولا الشيباتيرن مش كيف كيف يتطلب أموال كبيرة مش كما جنرال كما يخلص كما مقدم ولا راعد مش نفس الشي يتطلب معناها أموال كبيرة وخاصة في المستوات هذية يخذ برشة أموال وعليش يقع استشارة الوزارة المالية الخاتم التساشة في أول حرب في غزة وقع دعوة الاحتياط جنود الاحتياط